تقريب العلوم والتكنولوجيا على نحو تكاملي بالتأكيد تفاصيل أكثر عن هاي المبادرة نحن نكون مع الأستاذة جميلة شريف محمد خالد من مدرسة بنات عسكر الأولى بمنطقة نابلس مصر خير لإلك أستاذة جميلة مساء النور أهلا وسهلا أستاذة جميلة أعطينا وصف موجز للمبادرة وعند وفعها تمام المبادرة كانت زي ما حضرتك حكيتي تعليم التكاملي لمادة الفيزياء بين العلوم والتكنولوجيا للتاسع نعم التعليم التكاملي بشكل عام هو يؤكد على دراسة المواد متصلة لبعض هالبعض لإبراز على واستغلالها لزيادة الوضوح والفهم وتجنب التكرار التعليم ممكن التكاملي يكون بين مراحل مثلا تاسع وعاشر بين تاسع وتامن وممكن يكون بنفس المرحلة ولكن بين مباحث نفس المرحلة زي ما إحنا عملنا بين مبحثي العلوم والتكنولوجيا كان الهدف من المبادرة أنه أنا وزميلتي رجاء علان هي مبادرة مشتركة بيننا حسينا أنه في مباحث وفي محكمات مشتركة ومكررة بين مادة العلوم ومادة التكنولوجيا الكهرباء وتجنب للتكرار يعني كنوع من تجنب التكرار والتركيز على الأشياء إنهام التطبيقية ونقل العلوم والتكنولوجيا من حيز النظرية والسر لحيز التطبيق والأبليكيشن الحاليا في ظل التفارع التكنولوجيا اللي إحنا بنعيش عملنا المبادرة وكانت متكامل مادتين جعلت المادة أكتر حيوية أكتر مشاط البنات تفاعلوا فيها أكتر صارت مفهومة أكتر المادة مادة سيزيا الكهرباء بشكل عام عادة بتكون ترعبة وجافة للبنات صارت مادة حياة أكتر من منها مادة درعية بشكل عام إيش كانت طبيعة المبادرة طيب خبرينا عن أهم جوانب التمييز نحكي أنه في نوع من الوسطية أو خطوة الوسطة في انفصال المواد التام وإدماجها إدماج تام فكان يعني كخطوة وسطة تخلي نوع من المرونة أكتر في كل المبحثين العلوم والتكنولوجيا رائع طيب أستاذ جميلة خبرينا عن أهم جوانب التمييز في هذه المبادرة وكيف أثرت إيجابا على المجتمع المدرسي نحكي عن أكتر من جانب من جوانب التمييز فيها البنات صاروا بيشتغلوا بإيديهم صار الطالبات ما بيشتغلوا بإيديهم ودارات كهربائية بإيديهم أكتر من أننا نعلمهم إياها مضارية صار فيه نوع من التفكير بالمشاريع التطبيقية المباشرة أنه هي تقترح مشروع تطبيقي بتستعمل قنيات التكنولوجية في فيزياء الكهرباء اللي تعلمتها في مبحث العلوم وفي طريقة التعلوم التكاملي من الميزات أنه أنا حتى أنا وزميلتي بكرر هي مبادرة مشتركة بين زميل أنا وياها كان فيه بيننا فكان مطابع حتى بيني وبينها كمعلمات نكمل خبرتها تكملها وخبرتها تكملني فكان فيه نوع من الموت في العمل يعني مش فقط التعليم من أجل كان فيه متعة فيه حياة يعني أعطينا حيوية للتعليم طيب خبريني عن الصعوبات وتحدياتي اللي ما رأتوا فيها كيف تم تخطي هذه الصعوبات من الصعوبات اللي واجهتنا الخبرة السابقة للبنة قبل ما توصلنا المادة هذه المادة معقدة هاي المادة الصعبة هاي المادة الصعبة أفهمها صعبة لجد فيها علامة فما بالك إني أنا أركب مشروع واشتغل دارة وإلى آخره فتغيير فكرة البنة جذريا عن هاي عشان تنتقل فيها نقلة نوعية كان فيه نوع من الصعوبة الكهرباء بشكل عام مادة يعني إذا بدنا نحكى في الحياة الكهرباء كمسمة بنحسوا إشي خطر وإشي طعب إحنا بحاجة البنة تتحس إنه لأ إحنا نتعامل مع دارات تجريبية مبسطة دارات تجريبية مبسطة سهل إنها تتعامل معها وبشكل آمن تام تتكامل حتى مع الأسرة أن نبعات لهم يعملوا نشاط تقرأ على الكهرباء في بيتها تتحاول تستعمل القوانين الفيزيائية الممسطة هذا الحكي فكان يعني فيه صعوبات بس الحمد لله واجهناها من الصعوبات اللي واجهناها إنه فيه مصاب مخصص من الحصص لمادة العلوم فيه مصاب مخصص من الحصص لتكنولوجيا التكنولوجيا إلها خصصين أسبوعيا العلوم فيها حصص أسبوعيا بالوقت اللي أنا بكون في حصص العلوم في حصص التكنولوجيا هذا الحكي ساعدتنا في تغلب عليه في المدرسة من خلال وضع برنامج بساعدنا على طبيق المدرسة بطريقة سلسلة فنفك إنه نجاح أي مبادرة بضاف الجهود من المعلم من الأهالي من الطلاب من الإدارة المدرسية من جميع الجهات بكل تأكيد طيب أستاذة جميلة يعني في نهاية لقائنا معك خبرنا عن تطلعاتكم المستقبلية من خلال هاي المبادرة إنه هلا في عنا مناهج التكنولوجيا عمالها بتتغير في مناهج جديدة عمالها بتنزل إنها كلياتها فيها مواضيعها جديدة تماما في فيسل غور تحتوي على دارات مش كهربائية دارات إلكترونية دقيقة فيها ترانجستورات وديود وليد وإلى آخرية فهاي المادة بحاجة لنوع جديد من المبادرات جديد نعم تفكير وتضافر الجهود عشان معطيها صح وعشان تصل للبنات صح وللطلاب بشكل عام مش بس للبنات صح فلا شك إنه البحث العلمي الناجح هو البحث اللي بفتر أجواب لبحوث علمية جديدة قادمة نعم أنا بدأ أشكرك لليوم وبدأ أقولك أنه يعطيكم العافية على هالمبادرة الرائعة بتأكيد يعني مع الأثر الإيجابي اللي إتوه مع الطلبة في المدرسة يعني هذا بيعطيكم حافظ أكتر وأكتر لاتفكروا بي عدة مبادرات شكرا لك أستاذة جميلة شكرا لك أستاذ إمام كم لك دعا هكما